للأندية طيب أروح بقى لقيمة منتخبنا الوطني والنهاردة الاتحاد الافريقي نشر قيمة كل المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الافريقية القيمة المبدئية اللي تسجلت بتاريخ 14 ديسمبر كان 55 لعب قبل انطلاق البطولة بعشر أيام يعني يوم 3 يناير تقدر تختصر القيمة من 55 ل 27 لعب البعض يقول لي ما هي القيمة 23 أفضل حاجة للمنتخب يسافر بال27 فيتوريا ليه وجهة نظر وليه رؤية وليه قرار ضمكم على شاشة هي ممكن صورة الأسماء والقيمة المنتخب اسم اللاعب تاريخ الميلاد النادي اللي بيلعب فيه والدوري المحترف فيه يعني طبعاً شايفين مثلاً البداية هو أحمد الشنوي موليد 91 بيلعب في نادي بيراميدز علي جبر موليد 89 بيلعب في بيراميدز محمد هاني من النادي الأهلي عمر كمال عبدالواحد في فيوتشار وهكذا لما توصى بقى للوقرة والتحاد جدة وترابزنسبور واللعب اللي بيحترف محترفة فيه الدوريات الأوروبية أو الدوريات الخالجية فدي قيمة منتخبنا الوطني لو تبص على قيمة فيتوريا اختار خمس لعب خمس حراس مارمى أقصد خمس حراس مارمى أحمد الشنوي حارس بيراميدز محمد الشنوي حارس النادي الأهلي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي دي القيمة الرسمية اللي أعلنها الاتحاد الإفريقي النهاردة لمنتخبنا الوطني خمس حراس مارمى أعتقد هيتم اختصارهم لتلاتة وارد جدا أحمد الشنوي يخرج بسبب الإصابة فيبقى محمد الشنوي رقم واحد وهتبقى المنافسة اعتقاضي كده أن محمد صبحي أنا واسخ أنه يكون موجود في البطولة محمد صبحي يكون متواجد في البطولة لأن فيتوريا شايف أنه صبحي جيل من الجيل الحراس الصاعدين فيكون موجود مع الشنوي هيتم اختيار واحد ما بين أبو جبل وعواد وإن كنت أرجح أنه ممكن يكون أبو جبل لأن أبو جبل عنده خبرات أكتر فيه بطولة الأم الإفريقية فدي قيمة المنتخب بالنسبة لحراس المرمى فيه 12 لاعب من النادي الأهلي مين مثلا؟ محمد هاني إمام عشور محمود كهربا محمد الشنوي حسين الشحات محمد عبد المنعم أكرم توفيق رامي ربيعة ياسر إبراهيم مروان عطية أحمد نبيل كوكا محمد مجدي أفشا دول 12 لاعب من الأهلي و10 لاعبين من بيراميدز و7 لاعبين من نادي الزمالك بالإضافة إلى عدد من لاعبه فيوتشل وسيراميكا والبنك الأهلي بالإضافة إلى 10 لاعب محترفة في الدوريات الخارجية حمد فتحي بيلعب في الدوري القطري الوقر أحمد حجازي في التحاد جدة محمود تريزيجي في الدوري التركي أحمد حسين كوكا في الدوري التركي محمد صلاح في ليفربول مصطفى محمد الدوري الفرنسي محمد النيني أرسنال عمر مرموش في انتراخت فرانكفورت الألماني سام مرسي في الدوري التانية بالدوري الإنجليزي ومتصدر الدوري الإنجليزي في الدوري التانية وأيضا كمان محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي يعني بنسبة كبيرة إلى 10 محترفين أعتقد بنسبة كبيرة يكون منهم من 8 إلى 9 ممكن يستبعد لاعب ولكن دي قائمة المحترفين في 12 لاعب من النادي الأهلي أكبر قوام من قائمة منتخب مصر من النادي الأهلي 12 لاعب انت لو تبص على القائمة كده شيل منها بيرستاو وشيل منها علي معلول وقال يتزنج هتلاقي التشكيلة الساب تحت النادي الأهلي كلها موجود في نقطة 2 كمان مهمين جدا المشكلة اللي حصلت فيه آخر مباراة في التصفيات الإفريقية المواهلة الكاس العالم ما لهاش تأثير على الاختيارات بدليل إن قهربة إن قصدي إمام عشور موجود وحصين الشحات موجود ولكن في نقطة خلافية هنا طريق حامد أعلن اعتزاله الليها بالدولي فمش موجود في قائمة الخمسة وخمسين عبدالله السعيد كان أعلن اعتزاله الليها بالدولي موجود في قائمة الخمسة وخمسين سألت وجاء لي رأيين مختلفين لغاية لما نشوف القائمة النهائية هل فيتوريا سجل عبدالله السعيد لأن فيه تواصل تم مع عبدالله السعيد على أمل إنه يقنعه بالمشاركة في كاس الأمم اتقلقه وسألت مسؤول آخر هل حدث اتصال ما بين فيتوريا وعبدالله السعيد بدليل إن وجوده في القائمة وهيتم التواصل مع عبدالله عشان يتنازل أو يتراجع عن القرار الليها تتزال الليها بالدولي قالوا لي لا فهنا الرأيين مختلفين أنا بقول لحضراتكم اللي وصلت لي بالضبط وللأمانة لازم أن أقل المعلومة زي ما وصلت لي بالضبط في رأيي قال لي حصل تواصل وفي محاولة لإخناه عبدالله ورأيي تاني قال لي لا هو اتحطت اسم عبدالله لعله وعسى لو حصلت أي مشكلة في القائمة أو في أسماء اللاعبين المختارين الآخرين ممكن يستدع عبدالله ويحاول يقنعه ولكن ما حصلش تواصل ما بينه وما بينه عبدالله السعيد ولكن مع طريق حامد اللي اعتزل مش موجود في القائمة ومع عبدالله السعيد اللي اعتزل موجود في القائمة منتخبنا المفروض كان في اجتماع تم من حوالي اسبوع مع الكابتن حاز إمام المشرف على المنتخب وعضو التحاد الكرة وسافر اتنين من المسؤولين في التحاد الكرة إداري في المنتخب الأول ومسؤول في العلاقات العامة عشان يرتبوا كل الترتيبات الخاصة برحلة منتخبنا الوطني كنت أثرت هذه النقطة في حلقة سابقة أو في حلقات سابقة قلت منتخب دا عليه أن يسافر إلى كوزيفور بدري عشان يحضر للإقامة والتنقلات والإعاش لأن الأمور هناك صعبة جدا جدا لو خرقت من أبيتجان ووارد تخرج من العاصمة لأن الأمر مرتبط بنتائج المنتخب في المجموعة لو طلعت تاني من دور الستاشع تطلع تلعب برير وأبيتجان لو طلعت أول ممكن في دور التماني أو سيمي فاينال تخرج وتلعب خارج أبيتجان فأنت خارج خارج فلازم تحضر للمدن اللي أنت هتسافرها خارج أبيتجان في ظل أن في طريقك منتخبات مقيمة في المدن الأخرى وحضرت ترتيبات الصفر من بدري فاللي وصل لي أن حصل بالفعل صفر وزيارة لملعب التدريب والمنطقة اللي الكاف أطلق عليها سيتي كان منطقة كده مجمعة زي المخيمات لأن هناك ما فيش فنادي بجيب لكم الآخر يعني هناك ما فيش فنادي في بعض المدن اللي هتصادي في البطولة بالإضافة إلى ذلك المستشفيات والمطارات والصفر لمنتخبنا الألوات أتمنى تكون الزيارة كانت موفقة يكون فيها تقرير وريبورت مميز لروي فيتوريا لأن فيتوريا هناك لو خرج بر تركيز الأمور الفنية هيواجه صحابات كتيرة فأتمنى يا رب من الزيارة دي يكون تم تهيئة كل الظروف لروي فيتوريا عشان يستعد لبطولة الأمم عندي ثقة كبيرة في جهاز منتخبنا أنه هيقدر يعمل نتيجة كويسة أنا عندي ثقة كبيرة بصراحة الناس تقول لي جايب الثقة منين أنتوا عارفين كده ساعات بتفائل في مباريات وبطولات مفيش فيها سن التفائل ولكن هو كده الواحد بيبعنده إحساس ببعض التفاصيل جوه جهاز المنتخب أو النادي الآلي أو لعبت الآلي بعرف إن النتيجة إن شاء الله هتكون